السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وستر جيمر معكم اليوم مقطع جديد من سلسلة الطريق الى العالمية الحلقة رقم 15 من هاي السلسلة فبتمنى بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركين اليوم عنا شغلات كتيرة ساوية بهي الحلقة واجان اقتراحات كتيرة ايضا للتشكيلة طبعا هاي التشكيلة اللي كنا وصلنين لها بالحلقة الماضية قلت لكم بدي بيع انياكي ويليامز بنت نبي الفكير جب لي حوالي 7000 كوينز وانياكي ويليامز حاليا سعره بحدود لـ 18500 كوينز فايضا بدي بيعه بصراحة لانه ما عاد عاجبني يعني يغلي شوي عن لما اشترينا فالشي يعتبر حلو يعني على الواحد ما بيخسر فيه طيب هذا بـ 18750 وبينباع فورا المفروض فالمفروض لما ينباع يصير معنا يمكن بحدود الـ 77000 او 78000 فبيصير مبلغ جدا حلو طبعا هاي قائمة اللاعبين انباع فورا اللي بعناهم بالحلقة الماضية بعد نبي الفكير مثل ما قلت لكم شوية لعبين اللي طلعوا لي بالبكيجات من التحديات اللي عملناها المرة الماضية يمكن اليوم كمل بالتحديات ويمكن لا لانه اغلب التحديات بده ولا لا للنادي وهذا الشي صعب بصراحة نوعا ما مباعي كتير ليخلص الـ division rifles بدي حاول اتأهل الفوتشامبيون وما ليعرفان كيف استخدمت التسكرة وما لعبت ولا مباراة بسبب اللاق اللي صار معي لكن الحمدلله على كل حال رح وقال لكم على ابرز الاقتراحات اللي اجتني لانه انا محتاج حاليا لعب مهاجم ولاعب CM جماعة هاي الاقتراحين ابرز اقتراحين اجوني يعني هنين مو الاقتراحات اللي بديها لكن ابرز اقتراحات اجتني اجاني عن ارثر واجاني عن رودريغو رودريغو يمكن ان يجيبه كمهاجم اساسي وسعره جدا رخيص كنت افكر سعره بحدود الـ 20 الف والشي طلع حقه يا دوب 7000 كوينز بمركز الـ CDM بدل توماس بارتي بدي يجيب اللي هو كاسيميرو كاسيميرو بصراحة حلو بخط الوسط يعني مدافع مثل ما بيقوله حديد بخط الوسط فاذا بجيبه ممكن انه يكون معي جدا ممتاز طبعا هو ثاني او محور بالدورة الاسباني بعد بوسكيتس بوسكيتس فكرت فيه بس ب طلع اطاقات كاسيميرو يعني بشوف ان طاقاته افضل نوعا ما وغير عن هيك بوسكيتس 42 سرعة يعني 62 نوعا ما ممكن تكون مليحة واذا اشترت له بطاقة زودة وبالسرعة فممكن يكون ممتاز فهدول ابرز لتلات لعبين حابب اتعقد معهم حاليا رح شفلي شي جناح يسار ببقية الـ coins اللي معهم ممكن اني اتعقد معهم ليمار حلو بس يعني اذا منلاقي شي افضل ما رح اقول لا يا اما ممكن خلي ليمار وساعة انت بتجيب مسلا مكان ارثر اللي هو اسكو اسكو كاكام بيكون اسط دربل عنده عالي فهذا اكتر شي بحبه باللاعب الكام بالزات انه يكون الدربل عنده عالي طيب مبدئيا احنا متفقين على كاسيميرو انه بدي يجيبه بدي يجيبه ومعه بطاقة شادول اللي بتزوده بالسرعة والدفاع فبيكون اغلى نوعا ما مشا لما اجي بيعه ما اقول والله خسرت فيه لللاعب مشان تذكروني انتو يعني ازا حكيت هالكلمتين لانه كل مرة بتصير فيني فبطاقة هاي اكيد بتكون اغلب كتير من البطاقات العادية وصعب يمكن انه اللي ينسخه بسعر رخيص بسيار باللاعي بسرعة اوكي هذا رودريغو بستة الاف وميت كوينز رخيص جدا بصراحة ستة وعشرين الف وخمسمية رح اخذها وانه اوكي يعني ممكن يكون شوي غالي بس هاي عنده بطاقة بتزوده بالسرعة والدفاع ساعتها هلا سرعته بتصير يعني بحدود الثلاثة وسبعين يمكن ولا شي ولو بثلاثة الاف وتسعمائة كوينز هاي صدنا اللي هو ارثر تشكيتنا هيك صارت جاهزة في عندي تحدي انه ادخل بتشكيلي بريت مية وثلاثة وثمانين كمجموع كلي و نفوز باربع مباريات بالرايفلز او ثلاث مباريات مشان يعطونا لعب من لعبين مبادلة الايكونات هو طبعا اقل ايكون يمكن بيحتاج ست لعبين ففيه تحديات جدا صعبة لكن حاليا التشكيلة تعتبر جيدة لدرجة كبيرة بدنلعب مباراة فيه وان شاء الله انها تقدم مستوى ممتاز اوكي يا حبيبي يلا حلو والله ها تشكيلة اضعف مني والله غريب بس انه اوكي ما رح اقول لها بس عنده ببي ومرشيال روبرتسون وارنلد اننا افضل لعبين ي يسكو يسكو حلو يسكو حلو تحركاته طبعا ما بعرف اذا ما قالت لكم اني جبت يسكو بس قلت لحالي خليني جربوا مكان ارطر لانه معي كونز فمعرفت شو ساي فيه يشارك اليوم يسكو في مباراة الاولى بهذا الخميص الفنان الاسباني صحب اللمسة والمهارة والله يقول والله يقول يلا يلا يسكو يا حبيبي اطعوا يا الله ما مرت ما مرت شخص يا يلا اي اي دعا از في اچل يا الوزر يا كلام يا 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 شطل اول واحد واحد والله رودريغو ضيع فرستين بهدفين يعني والله العظيم احصايات قريبة نوعا ما لكن ناقصني بس شوية تركيز على المرمى طيب عندي صلاح الاحتياط رح نزله مكان رودريغو ان شاء الله انه يكون ممتاز مع انه والله لو كنت بدي نزله المفروض يعني كنت نزله من اول مباراة بس يلا ما في مشكلة ان شاء الله بيصنعني الفرق لنشوف خلوة على هادي على هادي على هادي خلوة صلاح يكون اسطوري يا رب هذا يروح ايه هيك حلوة دمبلي اسطورة حلوين والله كانت هربية من صلاح ولا اروح اللاعب جدا اسطوري خلوة يسكر روح خلفي في كرة بينية ممتازة حلوة ها 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 كاسي ميرو عرقلت الهوى مدرمين هذا اللي عرقلت الهوى والله ما باره حلوة يلا 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 يا حبيبي اسكو فضيت طاقته ابو صلوح يا الله عليك هذا الانهالي بدي اياه بدي بس لعب عندي ينهي به هالطريقة اه 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 شباب 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 الحمد لله بتدهي المباراة ثلاثة واحد دمبلي تسعة فاصل ثلاثة صلاحة مانا فاصل ستة والله نزل سجل الهدف يعني ولا اروح من هيك دمبلي يعني عمل اللي عليه بس المشكلة انه احيانا يعني بيغابة وطبعا اي لمسة بيلمسوا يا المدافعين تنقطع فورا والله لحد الان مع الفوز ومع كل شي بس حاسس انه التشكيلة الانجليزية مو هي اه او من التشكيلة الاسبانية مو هي التشكيلة اللي انا طمح له يعني والله العظيم ما امحس انه اللعيبة عم يلعبوا يعني لو لا انه اه انا كتير عم قدم مستوحله ما كنت بفوز يعني لعيبة من حالهم ما بيعملوا انه شي خطير دمبلي طبعا من لمسة بتنقطع منه الكرة وهذا جدي جدا سيئ فيزيكل سبعة وخمسين رودريغو الشوت عنده اه ليمار عادي جدا وساؤل جيد كاسيميرو جيد ملتاو جيد الدفاع جيد تمام وخط الوسطها نوعا ما بس الهجوم جدا تعبان والله ما نعرفان اذا رح استمر ولا لا رح نجرب مباريات كمان اذا خسرنا بشي مباراة من المباريات فغالبا اني يمكن استغناء التشكيلة وحول على الدوري الماني يعني انا حرفيا متحمس التشكيلات الالمانية الدوري الالماني الحلو فيه في كتير لعبين اسطوريين بصراحة ويعني مو غالي كتير كلاعيبة يعني مثلا اذا بدنا نشوف اللاعبة بالدوري الالماني في كتير لعبين ممتازين خاصة بمراكز الهجوم تمام لانه انا بدي لعبين بمراكز الاستي عندي ويرنر اللي هو مهاجم ليبزيتش وايضا ممكن انك تجيب شي مهاجم تاني جناح تحطه مهاجم يعني فيه جنابري ممكن يلعبوا وياه مهاجم بيكونوا ممتازين راح نجرب اذا تشكيلة يعني قدت مستوى سيء معنا فغالب اني راح استغني عنه يلا بسم الله الخصم اللي بعده قوية صح المانية شوفوا انا هاي التشكيلة والله العظيم يعني شوفوا الاقلوب الدفاع عنده واحد سبعة وسبعين واحد تسعة وسبعين هلا شوفوا التعقيد اللي راح يعقدوني بانتظار مباراة على اهل مستوى اتمنى بان تكون هذه المباراة على مستوى الحدد والله اني غبي عم عدل بالتشكيلة وما انتبهت له لفيرنار الحمد الله يفتك الكرة بدون اخطاء دغت جيد من الفريق يستعيد الكرة الان سؤول محمد صلاح الوه حلوه 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 هاي الاول ممتاز جدا. أسكو عملكت تحركاته احلى شي فيه بصراحة انا غبي يا اخي ليش هابت غابا هيك يا أخي عملكم مدافع قودة 79 ومعقدني هيك تعقيد ما بالك يعني باللي أؤمن منه والله أنا ما بعرف كيف وصلت لهذا اللاعب بس يعني كاسيميرو كاسيميرو أنا آخر الشوت ما نقصة اطلقى أهداف اطلاقا هلأ اللي ياخد فاول بس لا يسجل شايفه شايفه اللي هنيك بدي يلعب له بص يا شيخ خلاص يالله شوت أول واحد صفر يا أخي ما في لعيبة بتحط عليهم ربع نقطة نقطع منهم يالله تحط واحدة ما لقيت غير نوير شوته فيه الجول والدنيا كلها مفتوحة قدامك يروح أرفع والله ما شكله والله ما شكله لعيبة إذا اللمس ولمس عندي بتناطع منهم يالله 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 أبو صلاح يالله 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 ديمبلي ديمبلي الحمد لله حمد لله ياس هدف داني على الطرف لكن الدفاع بيخلصها يا لحيف الله على التمرير يالله 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 عمد لله يا رب العمد لله هذا الاستلام اللي بديها هيك بس يشغله ما خون العيبة معين روح روح ليمار رجا أعطي ديمبلي الله 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 يا دمبلي رهيب 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 وأحلى هاتريك ولا مكمل والله مع السلامة شكرا يا صلاح حرفيا صلاح هو اللي مقدم معي شوفه وإحصاياته كتسديدات مجمل هو أكتر بس نحن على المرمى أكتر يلا بسم الله اسبانية دمبلي عنده كمان والله وصلت والله والله وهي وصلت لا يا شيخ لا الحمد لله بالعارضة لأنه حرام لا يا كسيميرو كان آخر بس بس يمر وخلاص جول لا شوف المرتدي يا الله من برا ورا بس كسيميرو الغلط هاد يلا رودريغو عطي واحدة باليساء تجيب المدافع بدل اللاعب ها بضغط الوان 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 كسرت الوان ولا تبدل اللاعب ممتع فقرات إياكم والغلط هون اوكي اوكي شغل افساد صح يلا 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 يا أخي أنا حمار والله العظيم ملا أنت والله بالنص بسم الله بسم الله فكرت وضل واقف بالنص والله قلبي واع حلوة حلوة بس ما زالت معه حلوة مرة ثانية وقلنا أعطيتها المرة روف 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 مواف سايد صح الله عليك رودريغو والله حلوة خفض يضيعه خفض يضيعه حلوة منه حلوة منه سيميدو جيبو سيميدو ماء مو ديجلس يا جماعة بيزر معين ليحط فيزيكال يعني أنا ما بعرفه لأنه يعني اللعيب اللي الفيزيكال عندهم ضعيف لما بيكونوا ضدي بيحطوا فيزيكال المعقول مغيرين عن الالتو يعني الصورة حلوين حلوين اي 3 صفر لا خلص رح ضل على التشكيل الاسبانية بس بيهلموا مبارا بلعب 4-2-3-1 تمام فبظن فارقة عن 4-1-2-1-2 بشكل كبير نصحب الخصم ليش ليش منجم مبارا رودريغو 9.4 سجل هدف وصنع هدف ديمبلي سجل هدفين وصنع هدف لا ديمبلي أعلى بالتقييم بس والله التشكيلة قدمت مستوى اللي مر هو يعني الحلقة السيئة بصراحة بالفريق ما بقى التصنيف الثاني حوالي 300 وفي مهمك تملت يا رب ان تكون بكش امشي لانه انا ما بهمني غير هيك تمام فمهام الموسم شو اللي اكتمل مبادرة ايقوني عبر الشبكة اه هذا تحدي ممتاز هذا خلصنا اول واحد من لاعبين اللي ممكن يصير معنا ايكون تمام هذا اول لاعب شوفوا في عندي تحديات تانية اذا بدي ركز عليه رح تكون صعب نوعا ما بس والله لازم يعني عندك من البوندس ليجا فوز في ثلاث مباريات بس لخدام سبع لعبين من البوندس ليجا مملوكين لأول مرة في تشكيلتك الاساسية مملوكين لأول مرة انا كنت مفكرة انه انت هلأ اشتريته اول مباراة لالو لا طلع لازم يكون طلع لك بكش هذا شي غبي بصراحة بس انه اوكي وهذا بنفس الشي بالدور الاسباني وهذا لدور الايطالي ولدور الفرنسي والدور الانجليزي يعني لازم تكون بتفتح بكشات كتير مش هدي حسن تاخد دول اللاعبين فهون فس في تسع مباريات ابطال فوت لما لازل التحدي اصلا كنت مالي بلعب فوت شامبيون فهون كمان في شوية تحديات ممكن تكون يعني نوعا ما عندي سجل برأسية في ثلاث مباريات منفصلة عشان تعرفوا قديش الرأسيات ضعفتها السنة ما في ما لم يسجل غير واحدة هون في عندي اثنين من ثلاثة سجل كرة هوائية اضرب الكرة وهي في الهواء في ثلاث مباريات منفصلة طبعا هاي سجلت هلأ هدف برودريغو ما بعرف مين سجل كرة هوائية ورأسية في المباراة نفسها اوكي يعني هدول بالسكواد باتلز ممكن يخلصهم بسهولة لانه بيعطوا اكس بي جدا جدا حلو طيب يا جماعة هذا التحدي اللي هو المنافسات الكبرى ما بعقي له وقت طويل يمكن لن يخلص يوم 17 ساعة فلازم ان اللح انساوي بيعطيك بيكيج الكتروم نادر تمام وبالداخل ايضا فيه شوية بيكيجات جيدة هاي فضية هون ذهبية وعندك هون حزمة لعبين ذهبيين متميزة بكيج 25 ألف وهون بكيج ما بعرف ادي سعره بس انه يعني تحديات ممكن تجيب لك ما اللي رح تعمل منه كتير بس يعني اذا ما جابت مربح فما فيها خسارة كمان اوكي يا جماعة هذا اول تحدي واللي هو المفروض ارخص واحد وما هيك والله يعني يكلف نوعا ما في كتير لعبين سعرهم 200 كوينز بس في لعب كان يمكن سعره بحدود الألف اوكي هذا التحدي الثاني خلصتوا كله بلعبين من عندي وهذا شي حلو بصراحة لانه نادر انه خلص تحدي بلعبين كلهم من عندي اوكي وهذا التحدي الثالث خلصنا منه اغلب اللعبين ايضا كانوا من عندي بس اخذوا جدا كتير بقى تحدي اخير وخلص مننتهي ان شاء الله يعني نخلص على خير بقى اوكي هذا اخر تحدي وخلصنا هذا التحدي يعطينا 25000 كمجمل طلعنا والله كوينز جدا اسطوري من وراء هالتحدي حزمة لعبين الكتروم نادرة يارب صار عندي يمكن خمس بكيجات حاليا بالسوء ان شاء الله انه يكونوا ممتازين يعني كل اللي دفعتوا تحدي ما يطلع ثلاث او 4000 كوينز تمام فعندي خمس بكيجات هذا بكيج ممتاز هذا بكيج لعبين دهبيين كلهم عمل معه شي جدا اسطوري بس الالكتروم هذا افضل منه لانه في 12 عنصر 6 دهبيين وكل العناصر عميل معه فرح افتح بس هذا البكيج خلص منه والبكيج يجيني في لعب ممتاز في شاشات ايوه في شاشات ممتاز وقات وقات يا جماعة يوربش نسية متل الناس فرنسا لا 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 سيف غريزمان او لا صدمة كبيرة يا والقلب يا كندي جي بحيرة قلبي كندي جي بحيرة الله يعطي يا بحسيم يا اخي خطر على بالي غريزمان لا اله الا الله ولا الحظ مشعل معي بس خطر على بالي قديش بيجيب برا صدمة كبيرة غريزمان بس لا اله الا الله بيجيب 20 الف ماشي حلو القليلة ماكسب حلو من التحدي يعني لحد الان بس والله يا حرام جحفلوني الكلاط اوه هدا والكوتشو بيجيب الفين كوينز ولا شي الباقي يلا بعطان عن نادي مشان التحديات لا اله الا الله والله اني اتدايقات يا جماعة يعني سي اف فرنسي ضروري طلعوا لي بنزيمة طلعوا غريزمان يا جماعة 300 الف كوينز والله كانت تشكيلتي صارت اسطورية بإذن الله يجيني فيها لعب ممتاز يلا انا طلع لي بنزيمة بس اذا بيجيني الشي ممتاز كمان ما رحقول لا اه ما في لعب شاشات هون اوكي مين ها مين رح يجي في لعب شاشات في تقريبا صح لا والله ما فيه اضعف بكيج هو اللي جانب فيه لعبه كاوت اوكي يا جماعة عودة وهي مبع بنزيمة وعملت اربع بكيجات من هدول البكيجات لعبين ذهبيين عميلا ممتاز فمنفتح اول بكيج ومنشوف يا رب اوكي اول بكيج ما في ولا اي شي طبعا هدول اللعبين ما بينباعوا فممكن اذا طلعلي شي ممتاز ما في حتى هم ما فيه شاشات ما شكله بيكون للأسف في الحظ اليوم ما بتسم كتير لا بهاي البكيجات قصدي لكن غير عن هيك طلعنا لعبه كاوت فنحن رضيانين يعني بالنهاية بشكل عام بتشكيلة معي جيدة بس الهجوم مثل ما قلت لكم فيه مشكلة كبيرة عمفكر بصراحة صرت جيب السواريز ما بعرف ليش بلش يختار ببالي هالشي يعني اذا بعت حاليا تمام فبيصير معي بحدود الخمسة وخمسين الف السواريز يمكن سعره بحدود السبعين الف ولا شي فممكن بصراحة ان يجيبه مو مستحيل يعني وتبيع رودريغو هيك وشوي تلاعبين ومع جوائز الاسبوع اللي رح تنزل المفروض بكرة ممكن انك تحسن بس مشكلته انه بطيء لكن عليه وبنفس الوقت انهاءه ممتاز يعني شو بدك احسن من هيك بصراحة يعني سعره حاليا قدي بحدود السبعين الف يعني عنده الفيزيكا الحلو ما بينهد يعني يعتبر لانهاء عنده اسطوري الباصات عنده جيدة اذا بتعطيه بطاقة زوده بسرعة بيكون ممتاز بس لحد الان يعني ما لي متأكد اذا كنت رح عامل هالشي ولا لا لانه ممكن بيع اسكو اسكو سعره 14000 بصير معي 52000 مع رودريغو وشوية تلعبين بصير 60000 وجواز الاسبوع مستحيل ما تجيب لي شي عالي ممكن ان الواحد يعني يجيب سوارز حاليا ما بقي للتصنيف الثاني رح اللعب بيمكن بالليل ولا شي اليوم الله اعلم بس اهم شي انه نحاول نوصل للتصنيف لبعد الفوت شامبيون لحد الان مع زرفة اتأهل علي لازم اني العب مباريات كتير حتى اتأهل فوالله ما ليعرفان ام تناوين نبدأ بالفوت شامبيون لكن بشكل عام التشكيل جيد اذا عندكم اقتراحات اكتبوا لي هاتحت بالتعليقات ولا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة الناس لايمن يعني يعني ما تشترك ولا بتضغط لايك فضغط لايك واشترك بالقناة فشكرا جميع اللي تابعوا المقطع فبس هذه كان عندي اليوم بإمان الله